اخوتي الترابيستا السلام عليكم ورحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنتكلم فيه على جميع اللاعبين الجاو جداد الفريق الرجاء او قراب يجيو لانه كما كنتعرفوا لو ضعيف فريق الرجاء كتخلي دائما حد علامة استفهم حول التعاقد مع اللاعبين واش هيكمل هالتعاقد واش هيتسجلوا العقود دير هالاللاعبين في العصب الاحترافية واش هيتطنفع المنع كتبقى دائما تقول اللاعب اللي مفروض يوقع الفريق الرجاء واش هو رسميا واش هText رسميا الله اعلم المنع الذي في الخباري او اللي في العلم المتواضع وانه هو ساس ottناخو واقع فريق الرجاء واللاعب الثاني الذي سنتحدث عليه في الجزء التاني من الفيديو هو ايوب المعموري لعب فريق Community والذي يقال انه هو كان انتفاق نهائي مع اللاعب واو ومع بانتفاق ـ لذي قد يوّقع الفريق الرجاء ولكن اللايعب دائما لم يقع بشكل رسمي ولكن الله تبقى ان الامور فيها اتفاق Ondaatio كان قريب جدا أنه انتقل مصر في آخر المطاف تم إقناعه بأنه لعب الرجاء فكن نظر أن الأمور واضحة جدا حاليا أن أيوب المعموري ممكن يلبس قمص فريق الرجاء في هذه الانتقالات الصيفية وقبل أن نبدأوا نتكلموا عن هذه اللاعبين جوج لا تنسوا تدعمونا بلايك وبالشاركة في قناة فوتبول تيرابي إلى مزال غير المشتركين يلا سيدي على بركة الله بالنسبة للاعب الأول هو باب أوسمن ساخون الذي جاء الفريق الرجاء وقضى أربع أيام تقريبا كفترة معايشة أو اختبار الذي أريد أن نقوله لأن المسؤولين للراجاء عرفوا بالموسم الذي فت أوسمن ساخون يعني سنة مترنيحة يعني السنة التي قد نصف الأول لها في فريق كيفيلي والنصف الثاني بفريق إيطالي اسمه جيليانوفا كالتيو الذي ينشط في الدرجة الخامسة في الطريق والذي ربما لم يلعب مباراة فاللعب أوسمن باب ساخون الذي هو دولي السنغالي سنتحدث عن المباراة الدولية وجيت قريبا من سنة بايدا لأن أوسمن ساخون لعب فقط ثلاث مباراة مع فريق كيفيلي بالليك دو أو دولي الدرجة الثانية في فرنسا الموسم المنقادي وملعب ولا مباراة مع فريقه في إيطاليا وهو فريق مغمور جدا بالدرجة الخامسة فلننتحدث عن باب ساخون سنأخذ آخر موسم له مع فريق سيمبا وهو آخر موسم تنافسي له مع الفريق التنزاني والذي كان نجم من النجوم والذي كان من أفضل اللاعبين محليين الموجودين بإفريقيا وموسم 2022-2023 أي الموسم ما قبل الماضي يعتبر أفضل موسم في المشوار اللاعب السنغالي باب ساخون أوسمن لأن هذا الموسم المميز عند أوسمن ساخون يتوج بالمنادات عليه من طرف اليوسيسة ومدرب المنتخب الأول بالسنغال تجمع الإعدادي أو المعسكر الإعدادي ثم المباراة والدياغ يلعبها منتخب السنغال ضد المنتخب الأبرازيلي ثم إقصائيات كأس أفريقيا للأمم وكانت آخر مشاركة لي مع المنتخب السنغالي الأول ضد منتخب بينين بإقصائيات كأس أفريقيا في 17 يونيو 2013 يعني اللاعب ممكن نقوله عنده صحيفة دولية لكن ما عندهش مباراة دولية كثيرة يلعب مع المنتخب كبير اللي هو المنتخب السنغالي منسوش من هذا المنتخب هذا راسعي بتلعب فيه بوجود عناصر هجومية كبيرة خاصة أن أوسمن ساخو يلعب في جميع مركز الوجوم لكن المركز المفضل هو مركز الجناح الأيسر كما نطورش عليكم في فيديو سنحاول نأخذ آخر موسم مناجح اللاعب أوسمن ساخو مع فريق سينبا واللي هو الموسم كما قلت لكم قبل الماضي واللي هو الموسم اللي نادع عليه للمنتخب السنغالي طبعا في قياب الإحصائيات الخاصة بالدولية التنزانية سنكتفي بمشاركة اللاعب وإحصائيته بمسابقة على قد نأخذه فكرة على اللاعب على مستوى التقني دياله بما أنه يقال والله أعلم قناع روس ميرس فيكو على المستوى البدني والتقني ولعب في المباراة الودي لتلعبات يوم الأحد الماضي اللي عرفت مشاركة اللاعب الاحتياطين لدفاريق الراجعة البرنوسي وحسب ما موصني عند اللاعب عطى جوش تمريرات حاسمة استجل منهم حسين رحمي لكن المباراة وديها ما تعني تشي حاجة إلا حاجة واحدة لأن اللاعب يمكن أن اللاعب جاهز على المستوى البدني ويمكن أن يعاون فريق الراجعة في الفترة الحالية كبديل إن شاء الله من خلال مشاركة باب أوسمن ساخو في موسم ما قبل الماضي وبمناسبة كان سيم باب في مجموعة فريق الراجعة كان عنده 78% في التمريرات الصحيحة منهم 88% تمريرات صحيحة في ميدانه و 72% تمريرات صحيحة في ميدان الخصم وهذه نسبة صراحة جيدة جدا بسبب اللاعب كالعافة التلوط الهجومي بالنسبة للجناح إحصائيات العرضيات إحصائيات مهمة في مسابقة تشامبين سليغ موسم ما قبل الماضي و 8% عنده 100% في العرضيات الناجحة يعني أي عرضية يدرها بشكل جيد أيضا بالنسبة للجناح خاصة جناح أيصر أو وسط ميدان هجومي و 8% عنده 80% في نسبة المراوغات الناجحة وهي نسبة كبيرة جدا في مسابقة تشامبين سليغ يعني كما تقوله لاعب صعيب تحييط لكورة ونسبة لربح النزالات هي نسبة لا بأسة بها بالنسبة اللاعب في تولة الهجومي 52% في ربح النزالات كاملة تقريبا فيها 50-50 في نسبة لربح النزالات الأرضية أو الهوائية علم أنه اللاعب قاسر القامة طول ديالو مدر و تتوسبعين حسب مواقع إحصائية و السكا بين الأن على تشي وش ممكن أن ترأي ممكن أن ترأي أنه هذا لاعب في الأوج العطأ ديالو قبل السنتين كان لعب مزيد دابة الله أعلم علامة استفهم كبيرة جدا ما يمكنش نحكم عليه لأنه مش فتوش وما يمكنش نعرفه الجاهز ولا ماشي جاهز لأنني أنا ماشي مدرب فريق الرجاء وما تدربش عندي وماشي أنا المعيد لبدأني در رجاء باشنا ممكن نحكم على البرامتر فيزيك ديالو لكن اللي ممكن نقول هو أنه هذا لاعب في ستندر ديالو لاعب كما تنقوله شد لا فورم ديالو هدي عاوننا على الأقل على الأقل كبديل ولو أنني أنا شخصيا كراجاوي مليت من أني نسمع لاعب أجنبي فقط بديل وقلص في البونتوش للاعب آخر أتشعليش أنا ما بغش نطور في الفيديو أتشعليش ما بغش نتكلم ونسرسل للاعب لأن لاعب رمانة بغمضة دار تست حسب اللي وصنني أنه أقنع روس ميرتس فيكو أقنع المستوى البداني شارب في المباراة الويدية اللي تلعبت اليوم لأحد الدراشات البرنوسي وكان فيهم زيان وحاسم حسب اللي وصنني لكن بحالي بحالكم ما عارفش اللاعب كيفاش يكون معنا في حالة تأهيله المستوى العصبية الهترافية وفي حالة تشارك مع فريق الرجاء في المباراة الديرو القادمة إن شاء الله هاتش هي اللي كنا ناخد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على لاعبنا ثاني في هذا الفيديو اللي هو أيوب المعموري جناح أولمبيك تشير أيوب لعمر ديرو ثلاثة وعشرين سنة لاعب صغير في السن حسب الحديد ديالي مع الناس ديال سوس أو الناس ديال منطقة ديالتشيرا فأكدوا لي بأنه أحسن لاعب عندهم وأنه من أحسن لاعبين في القسم الثاني أعلى باش نشوفوه سأحكم على الكمبيلاسيون الكينين واللي هما أفضل لكمبيلاسيون دياللاعب لا يوجد أرقام وإحصائية لللاعب أحد المتابعي للأولمبيك تشيرا قال لي ساهم في 14 هدف ما بين سجيل واسيست في الموسم الماضي وهذا رقم مثبالي أنا لعب أسابي ليس رقم كبير بزاف على مستوى أو إمكانية دياله قالوا لي أنه يعني يمشيك في الواحد يقلب على أنه يحل وانجل للتير وكثير مزيلا حسب الفيديوهات حسب المقاطع دياله وليس أحسن المقاطع دياله كيبالك أن اللاعب يحل الزاوية هذه التير كثير مزيلا وكثير في البعيدة مزيلا كيبالك عنده سرعة دريبل لاعب اللاعب أسابي على المستوى التقني فاللي وصلني أنا حسب آخر الأخبار أنه هاد اللاعب جاي بشي أعزز السكوات ما جايش بشي يكون لني تقريبا لعب أساسي أو لعب تعويض لأحد اللاعبين اللي غير يمشي لأنه بزاف الرجويين من نسبة عيوب معمورية اللاعب للتشيرة إلى آخره وجاي في بالهم جانح قالوا باللي أحد اللاعبين الأساسيين غير يمشي أو جايبينه لكي يكون أساسي في الراجة فهل شي ما كان لعب جاء لكي يعزز السكوات لكي يكبر التنافسي لأنه لم يكن لدينا بدأة الكبيرة على المستوى الأجنح لبالي اعتبرنا ساخو ومعموري بودلة إلى أن يتبه العكس فرا عندكم لحد أدنم التنافسي إلى حيتي الزرهوني من مركز المهاجم وجبتي الجانح لأنك غير جوج مهاجمين حسب ما وصلني المسؤولين الرجاق يقلبوا على مهاجم محلي ومهاجم أجنابي فرا الزرهوني ربحته كمهاجم ثاني أو كجانح كلاعب طرفي فبتلعي ولي عندك أطراف فيهم زرهوني فيهم بوزق فيهم ساخو وفيهم معموري وفيهم حتى أدم النفاتي اللي ممكن يلعب حتى جانح أيمن وأيسر كيلعبها مزيان ماشي سوبر النفاتي ماشي طوب في ليمن لكن مزيان في ليسر ومزيان كصاني ألعب مزيان كلاعب ديناميكي حركي فبتلعي ولي عندك خيارات كثيرة باش ممكن تبدل مع أنني نسيت لعب مهم صراحة ولاعب اللي كنت تكلموا عليه بشكل كبير داخل فريق الرجا كمؤثر لمجموعة وكلعب صاحب شخصية في المجموعة اللي هو مروان زيلة يعني مروان زيلة حسب ما وصلني لعب قائد خارج المجموعة يعني الناس لا تشاهدوه كأساسي بزيف كمية يدخل تعطي إضافة على المستوى الدفاعي بالقتالية دياله وبالإمكانية البدنية دياله حتى على المستوى الهجومي رأي سجل هدف حاسم وهدف مهم في مسابقة شامبنس ليك يعني حتى هو لعب ممكن نحسبه كلاعب طرفي بالنسبة لبدائل لنا على المستوى الهجومي فبتالي على المستوى العدد على المستوى الكم بعد نشكل ديبه في أطراف ما لديش مشكلة في الأجنيحة إنه ساخو ممكن يلعب في ليسر ممكن يلعب في ليمن ممكن يلعب صاني على لعب نفاتي ممكن يلعب في ليمن ممكن يلعب في ليسر ممكن يلعب في ليسر ممكن يلعب في ليسر ممكن يلعب في ليسر زرهوني كذلك معموري جانح أيسر الناس في تشيري يقولي يا أحسن مركز لي هو الجانح الأيسر واللاعب زيلا ممكن يلعب في ليمن أو ليسر وأفضل مركز لي هو انه يشتغل في ليمن وهذه نوعية اللاعبين اللي ما كتكونش عارفهم انتها مسبقة ما كتكونش عليهم منافسة كبيرة رغم انه يقال لي انه اللاعب كان عنده عارض رسمي من البنك الاهلي في مصر وعارض كبير لكن اللاعب لما اجاه عارض فريق الراجع تريد شوية لما تقولون تادر حتى وقع الاتفاق بين مسؤولين فريق الراجع ومسؤولين تشيرة باش اللاعب يمشي لفريق الراجع فاتمنوا لي التوفيق ان اوقع عبش كذر رسمي ما زال ما اوقعش المهم في كل احوال ده احضرنا فكر على اللاعب ايوب مع موري في كيلعب مركز ديالو سين ديالو ارقام ديالو الله يدلي فالخير وبالتوفيق الفريق الراجع واللاعبين جداد ديالو ايدا ما بتوفيق مسؤولين فريق الراجع لانه يسابقون الزمن وما دبقى في ماراتون اولا لازالة المنع تاني للتعاقد مع لعبين جداد وعلى ذكر الاخبار دي الانتقالات فريق الراجع ما كنش داخل في بوطويل وعلى الراجع السفسر فقط على بوطويل السفسر على طلبات بطويل. ومن يباتي الطالبات كبيرة بزيف. ما تخلش في مفاوضات. تارجيت الرئيسي للفريق الرجع على مستوى الدفاع هو المدافع اللي كتعرفوه جميعا. اغدى على اقصى تقدير. غنعرفوا المصير دل هات الصفقة هذي. يا قبول اللاعب لعرض فريق الرجع. يا النظر لخيارات اخرى. والله يدير لي فخير. تقول لي بتعليق ديالكم شنو رأيكم في بابس اخو. الناس اللي كعرفو والناس اللي تفرجوا فيه مع سينبا. ما يسترجع مسواه البداني خصوصا والجاهزية دياله ممكن يعاون فريق الرجع. بالسبب ايوب معموري الناس الرجعويين دلسوس سؤال لكم. واش تفرجوا فيه اللاعب. واش كتعرفوه مزيان. علما انه لكمبيلاسيون كبينة انه اللاعب لا بأس به. والعمر دياله صغير ثلاثة وعشرين سنة. واش كتشوفوا انه قادر يقدم اضافة لفريق الرجع. في الاخر اخوتي ترابيس لا تستطيع دعمونا بلايك. وبالشاركة في قناة فوتبول ترابي الى ما زال غير مشاركين. تهلا فرصكم. السلام عليكم. وإلا كنتي من المتابعين الدائمين للقناة وبغيت الدعمنا من اجل الاستمرارية. عندنا اللي انتساب الشهري واللي هو بتمن رمزي. واسماء المنتسبين هنحطهم بشكل مباشر في كل بودكاست.